السلام عليكم وعلا وسهلا بكم فيديو جديد شركة قبل اطلاجة الاصدار الرسمي من نسخة الايو اس 16 ودلوقتي تقدر لانت تحدث جهازك الايفون لنسخة الايو اس 16 ولكن بعد المستخدمين بيواجهوا مشكلة دلوقتي ان انت لو دخلت على الاعدادات وبعدين دخلت على العام وعلى تحديث البرامج مش بتلاقي عندك نسخة الايو اس 16 موجودة عندك على جهاز الايفون ما بتقدرش لانت تحدث جهازك الايفون علشان هي مش ظهرة عندك اين في فيديو النهاردة هوضح لك اكتر من طريقة تقدر لانت تحل المشكلة ديت بطريقة سهلة جدا وبسيطة قبل ما نبدأ الفيديو عن صالها سيدنا محمد اللي هو ما صالها وسلم وبارك على سيدنا محمد دلوقتي اول حاجة عايزك تعرفها لانت لو جيت تحدث جهازك الايفون دوت قبل كده لنسخة الايو اس التجربية فطبعا هيبقى موجود عندك الملف التعريف لنسخة الايو اس 16 التجربية فعشان يظهر عندك النسخة الرسمية للايو اس 16 لازم تحذف الملف التعريف لنسخة الايو اس 16 التجربية كل اللي عليك اللي انت هتدخل على الاعدادات وبعدين هتدخل على عام بالشكل دوت كده وتنزل تحت النوات هتلاقي الفي بي ان وادارة الاجهزة بعد ما بتدخل على الفي بي ان وادارة الاجهزة بتلاقي النوات عندك الملف التعريف لنسخة الايو اس 16 بيت هتدخل كده على الملف التعريف دوت وتعمله ازالة الملف التعريف من جهازك الايفون وبالشكل دوت هتقدر اللي انت تحدث جهازك الايفون دوت لنسخة الايو اس 16 الرسمية هتدخل على الاعدادات وبعد كده تحديث البرامج هتلاقي موجود عندك نسخة الايو اس 16 لو ما نجحتش معاك الطريقة ديت هنروحه للطريقة التانية وهي اعدادات جهازك الايفون دوت لشبكة الواي فاي اللي انت متصل بها لازم تكون متصل بشبكة واي فاي جيدة لو في مشاكل عندك في اتصال ان انت عندك على جهاز الايفون فده بيسبب برضو نفس المشكلة ومنت ما بتلاقيش نسخة الايو اس 16 نزلت عندك على جهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت هتدخل على الاعدادات وبعدين هتدخل على عام بالشكل دوت وتنزل تحت النوات عند نقل او اعادة تعيين الايفون وبعد كده هتدوس على اعادة تعيين ما تدس على مسح جميع المحتويات والاعدادات ديت عشان دي هتفارمت جهازك الايفون وتنسح كل البيانات اللي موجودة عليه انت هتدوس بس على اعادة تعيين وبعد كده هتدوس على اعادة تعيين الشبكات لو انت عامل رمز دخول على جهازك الايفون هيطلب منك هنا رمز الدخول هتدخل كده رمز الدخول هيبدأ كده جهازك الايفون اللي هو يعمل اعادة تعيين لجميع اعدادات الشبك هتسيب كده جهاز الايفون لحد ما يشتغل معك من اوله جديد بعد ما يفتح كده معك جهازك الايفون هتبدأ اللي انت تدخل على الاعدادات مرة تانية وبعدين هتدخل على الواي فاي وتبدأ اللي انت هتسجل الدخول على شبكة الواي فاي اللي انت كنت متصل بها هنسجل الدخول كده على شبكة الواي فاي ديت هنكتب كلمة السر وبعد كده هنعمل اتصال بشبكة الواي فاي ونتأكد ان احنا عملنا اتصال بشكل صحيح بشبكة الواي فاي وتكون ان انت شبكة الواي فاي اللي انت متصل بها ديت فيها سرعة ان انت شغالة كويس وما يكونش فيها اي مشاكل هتبدأ اللي انت تحدث جهازك الايفون هتدخل على عام وبعد كده تحديس البرامج هتلاقي نسخة لايو اس 16 زهرت عندك انا لو برضو مستمرة معاك المشكلة ما ظهرتش معاك نسخة لايو اس 16 بالشكل دوت عندك على جهاز الايفون يبقى كده حنروحه للطريقة التالتة الطريقة التالتة وهي عادة تشغيل جهاز الايفون في بعض الأحيان جهاز الايفون دوت بيحتاج اللي انت تعمله رستارت أو تعمله عادة تشغيل عشان يقدر نوع يقرأ لتحديث الجديد اللي نازل على أجهزة الايفون انت لو بتستخدم جهاز ايفون 8 او الازدارات الاحدث من كده كل اللي عليك اللي انت حتدوس على زرار رفع الصوت دوسة وزرار خفض الصوت دوسة وبعد كده حتدوس على زرار البوة هيظهر عندك نوعات إيقافة تشغيل زي ما انتوا شايفين هندوس دوسة طويلة بس كده ما نفعتش معنا هندوس مرة تانية على زرار رفع الصوت وزرار خفض الصوت بسرعة كده وحندوس على زرار الباور. هتظهر معاك نواة تمرير لإقافة التشغيل. هتعمل إقافة تشغيل لجهازك الايفون دوت. وتستنى عليه شوية كده هوت وبعدين تبدأ اللي انت تشغله من جديد. بعد ما هتشغل كده جهازك الايفون هتدخل على الاعدادات وتبدأ اللي انت تحدث جهازك الايفون دوت لإصدار الايو اس ستاشر الرسمي. ويبقى كده هوت تتحلت معاك المشكلة. لو ما تحلتش معاك المشكلة بالتلات طرق اللي احنا قلناهم دولة دولة بدون استخدام كمبيوتر. نهائي كل اللي عليك اللي انت هتعمل شوية اعدادات على جهازك الايفون زي ما شرحنا كده في الفيديو. وبإذن الله هتتحل معاك المشكلة. ولكن لو مستمرة معاك المشكلة. كل اللي عليك اللي انت هتوصل جهازك الايفون دوت بالكمبيوتر. وهنا كده عنحتاج جهاز كمبيوتر وعنحتاج برنامج الايتونز. وبعد كده هتدخل الرمز السر اللي انت عامله على جهازك الايفون دوت او رمز الدخول وهتنتقل لجهاز الكمبيوتر وهتفتح برنامج الايتونس اول ما هتفتح برنامج الايتونس هتظهلك الرسالة ديت اللي هو فيه تحديس الاي او اس 16 هتدوس على تحديس هيبدأ كده البرنامج ان هو يحمل نسخة الاي او اس 16 عندك على جهاز الكمبيوتر وده بتاخد معاك وقت على حسب سرعة النت عندك لو عندك السرعة النت كويسة مش هتاخد معاك عشر دهية لكن انت لو عندك سرعة النت بطيئة هتاخد حوالي نص ساعة الى ساعة فانت سيب برنامج الايتونس ان هو يخلص للنهاية وبعد كده هيحدس لك جهازك الايفون دوت لنسخة الاي او اس 16 وبالشكل دوت يبقى احنا قدرنا ان احنا نحدس جهاز الايفون الى نسخة الاي او اس 16 ويبقى تحلت معنا المشكلة وكده حدسنا الجهاز او زي ما انتو شايفين لنسخة الاي او اس 16 وتقدر دلوقتي انت هتمتع بكل المميزات اللي نزلة في النسخة الجديدة زي ما انتو شايفين ومنذون ما نخسر اي حاجة من البيانات بتاعتنا كل البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الايفون زي ما هي ايت ما حصلش اي حاجة للبيانات بتاعتنا وقدرنا اللي احنا نحدس جهاز الايفون دوت الى نسخة الاي او اس 16 زي ما انتو شايفين جهاز الايفون اللي معايا دلوقتي على نسخة الاي او اس 16 رسمية لو عجبك الفيديو استفدت منه ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا ليكم اشوفكم الفيديو بجاي